موسيقى مساء الخير تراجع الدرجات الحرارة اليوم بشكل إضافي سادة أجواء خريفية لطيفة في أغلب المناطق مالت الأجواء قليلاً البرودة فوق المرتفعات الجبالية وطبعاً الجبالية العالية تساقطت كميات بسيطة جداً من الأمطار في بعض المناطق الشمالية خلال 24 ساعة القادمة نتوقع أن ترتفع قليلاً درجات الحرارة تسود أجواء صيفية لطيفة في أغلب المناطق وعموماً الأجواء تعود إلى الاستقرار الآن ننتقل إلى الصلط الصلط طبعاً منطقة جبلية تميل الأجواء الآن للبرودة بشكل بسيط 18 درجة مئوية تقريباً إن كان درجة الحرارة المسجلة أو حتى الملموسة الرطوبة تقريباً مرتفعة 58% سرعة الرياح في الصلط قد تصل هذه الليلة إلى 9 كيلومتر في الساعة واتجاه الرياح هي رياح شمالية غربياً نتوقع غداً أن تتساقط كميات بسيطة جداً أيضاً من الأمطار ولكن في أقصى المناطق الشرقية ومرة أخرى نذكر بأن هناك ارتفاع غداً على درجات الحرارة بشكل سريع نصطعر الدرجات الحرارة الدنيا وأيضاً العظمى إربد مثلاً 26 المفرق من 11 إلى 29 في جرش 14 إلى 27 الزرقاء 28 عجلون 14 هذه الليلة تميل الأجواء للبرودة بشكل لافت الصلط كذلك 15 إلى 24 صوالح أيضاً 13 إلى 22 درجة مئوية وأجواء باردة ليلاً مرج الحمام مثلاً شرق العاصمة غداً تسجل العظمى 26 درجة مئوية البحر الميت أجواء حارة ولكن بشكل نسبي نحن نتحدث عن 34 درجة مئوية الكرك 12 إلى 24 الطفل 14 إلى 25 درجة مئوية غور الصافي 35 الرشادية 9 هذه الليلة فقط الشوبك 11 إلى 22 والبطراء غداً 25 درجة مئوية في معان 27 تتراجع في العقبة لتستقر درجة الحرارة حول الـ 21 درجة مئوية غداً أجواء صيفية عادية 33 درجة مئوية المناطق الشرقية من البلاد كما تحدثنا الأزرق 17 إلى 32 درجة مئوية إذن غداً في المناطق الشرقية حتى أقصى المناطق الشرقية ممكن يكون فيه تساقط لزخات بسيطة من الأمطار ننهي درجات الحرارة بمنطقة الرويشد من 15 إلى 31 درجة مئوية وكميات بسيطة كما نشاهد من السحب في العاصمة عمان تتراجع لتستقر درجة الحرارة حول الـ 16 درجة مئوية طبعاً تميل الأجواء للبرودة ولكن نتوقع استقرار وارتفاع على درجات الحرارة وردت إلينا معلومة قبل دقائق بسيطة من موقع تقصي العرب بأن حسب التوقعات الأولى كانت حالة من عدم استقرار ولكن بالعكس هناك استقرار على الأجواء إن شاء الله وهذه الحالة هي حالة طبيعية تعود درجات الحرارة للإستقرار حتى بما فيها يوم الخميس أشكر لكم دائماً حسن متابعة العودة إلى الزميلات في الأخبار ترجمة نانسي قنقر